قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الفائزة في انتخابات الـ 14 من مايو وانتخابات الـ 28 من مايو هو تركيا بكل أطيافها وذلك بعد فوزه بأكثر من 52% من الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية وفي خطابين أحدهما في اسطنبول والآخر في أنقرة أضاف أردوغان أن الوقت قد حان لتنحية كل النقاشات والصراعات بخصوص فترة الانتخابات جانبا مؤكدا ضرورة الاتحاد حول الأهداف والأحلام الوطنية